السلام عليكم نبدأ بالموضوع الأول وهو الكلام الذي صرح به رئيس مقاطعة شمال الرين فيستفالن أنربي هندريك فيست حول الأحداث التي حصلت مؤخرا بمجموعة من المدن بمقاطعة شمال الرين فيستفالن الصراع الذي يحصل مرات وبين بعض العشائر أو بعض العائلات الأجنبية كما حصل مؤخرا بمدينة أسن أو كما حصل بمدينة كاستروب غاوكسل المهم أصدقائي على أيضا ما وصل هو أن الخلافات بين العائلتين المتصارعتين في مدينة أسن ولله الحمد انتهى الخلاف على ما نشرت أيضا الصحف الألمانية وحصل الصلح بين العائلتين وهذا ما كنا ولله الحمد نتمناه أصدقائي أنه الحمد لله تم القضاء على الفتنة في بدايتها ولم يتطور الوضع لكن الأحداث والصور والفيديوات التي انتشرت للعائلتين والصراعات التي انتشرت وخروج عدد كبير من الناس والتجمعات الكبرى لمجموعة من الناس والرغبة بالصراع والرغبة بالعنف للأسف أضطرت بشكل سلبي على مجموعة كبيرة من المواطنين الألمان ومجموعة كبيرة من سكان ألمانيا مما جاءت مما أدى الآن إلى خروج بعض التصريحات رئيس مقاطعة شمان الرين فيستفالن هندريك فيوسك أعلن بأنه لن يقبل نهائيا الصراعات والعنف بين العشائر وقال بأن ألمانيا دولة قانون وأنها سوف تعمل لتقوية جهاز الشرطة للقضاء على أي انفلات أمني وقال بأن الشرطة مسيطرة على الوضع وتراقب الوضع وتعرف الجميع وتعرف إذا حصل انفلات أمني فإن الشرطة هذه المرة لن تتسامح وقال أيضا رئيس مقاطعة شمان الرين فيستفالن بأنه لن يسمح بأن أقلية تقوم بنشر عدم الأمن ضد الأغلبية المسالمة من الناس وزيرة الداخلية للحكومة الاتحادية نانسي فيزا ترغب أيضا بعمل اتحاد للقضاء على المخالفات التي يمكن أن تقوم بها بعض العشائر في ألمانيا هناك أيضا بعض السياسيين الذين طالبوا بأن كل العشائر أو كل الناس الذين يقومون بمخالفات أو لا يحترمون القانون الألماني أن يتم تسجيل ملفاتهم وبيانات عليهم وأن تسحب منهم الإقامة ويؤدي أيضا الأمر إلى ترحيلهم حتى لو كان الأمر الترحيل إلى سوريا كما قال مجموعة كبيرة من السياسيين الألمان لكن الأمر الآن يعني الحمد لله هدأ الوضع بعدما حصل الصلح ولله الحمد بسرعة وتم نبد الخلاف وتم القضاء على الفتنة في بدايتها والحمد لله هدأ الوضع الحمد لله بدأ يرجع أيضا بعض الأمور الهدوء إلى الوضع السياسي ونتمنى أن لا تحصل وتتكرر مثل هذه الأمور لأن كل الناس خير وبركة وكلنا إخوة ويمكن أن الخلافات لو حصلت خلافات بين عشائر أو خلافات بين بعض الأسر أو العائلات الكبرى يجب حلها بالعقل وحلها من عند أصحاب الحكمة كي لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقبه فالحمد لله انتهى الخلاف لكن هناك دائما قلق كبير الآن داخل ألمانيا والشرطة تتوعد ووزارة الداخلية تتوعد أنها لن تتسامح نهائيا وأبدا مع أي مخالفات يمكن أن تحصل حتى لو وصل الأمر إلى سحب الإقامات وحتى لو وصل الأمر إلى الترحيل لأنه قالوا من يأتي إلى ألمانيا طالبا الأمان ويأتي إلى ألمانيا ويبط الرعب ولا يحترم قانون هذا البلد فقالوا بأنهم لم يتسامحوا مع مخالفي القانون نمر أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهو العاصفة الرعدية التي يمكن أن تعرفها ألمانيا يوم الخميس ببعض المناطق في ألمانيا غدا الخميس بعض المناطق الغربية ووسط ألمانيا وشرق ألمانيا يمكن أن تعرف فيها تسقطات مطارية كبيرة وعواصف رعضية لذلك أصدقائي حاولوا أن ترون وتتابعوا حالة التقص بمنطقتكم ومدينتكم ليوم الخميس اكتبوا فقط اسم مدينتكم على جوجل واكتبوا بجانبها فيتا وهناك سوف تعرفون حالة التقص ليوم الغد بعض المناطق ستعرفوا يعني تساقطات رعضية قوية جدا يمكن أن تتساقط الأمطار أصدقائي بنسبة 60 لتر إلى 100 لتر أصدقائي وهذا الأمر في وقت وجيز وهذا الأمر يمكن أن تحصل فيه بعد الفيضانات إلى آخر نمر أصدقائي إلى موضوع آخر شركة جوجل المشهورة ترغب الآن وسوف ترون كثيرا بالشوارع سيارات من جوجل تصور الشوارع ترغب مجددا شركة جوجل تحديث بياناتها وتحديث خرائطها وتحديث الصور المعروفة بستريت فيو نعلم بأنه أي مدينة من المدن في ألمانيا عندما يرغب الشخص أن يرى بعض الشوارع بعض الأماكن يمكن أن يذهب إلى خرائط جوجل وينزل إلى الشارع ويرى الشارع إلى آخره آخر تصوير للشوارع والمدن عملوه سنة 2010 والآن يرغبون بداية من الأيام المقبلة إعادة تصوير الشوارع مجددا وتحديث الصور ونشر الصور بالشهر السابع أو الشهر الثامن أصدقائي لذلك يمكن أن ترون مجموعة كبيرة من السيارات لكن عندما يصورون سوف يقومون بعمل بيكسل للوجه بحيث أن وجه الناس لا يظهر وأصدقائي احتراماً للخصوصية ننتقل إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهو حزب البديل اليميني المتشدد الذي بسبب ارتفاع شعبية في الفترة الأخيرة بسبب استغلوا الأمر الخاص بالتضخم استغلوا أيضاً كثرة دخول اللاجئين إلى ألمانيا استغلوا أيضاً الغلاء استغلوا حرب أوكرانيا استغلوا بعض المشاكل التي يقوم بها بعض الأجانب إلى آخر من أجل شحن الشعب وزيادة شعبيتهم الآن يفكرون بأن الانتخابات التي سوف تجرى بالبرلمان الألماني سنة 2025 يرغبون للدخول لها ليس فقط من أجل الدخول إلى البرلمان إنما سوف يقومون بترشيح شخصية إلى منصب مستشار ألمانيا أو مستشارة ألمانيا هذا الأمر الخاص بالدخول إلى الانتخابات وترشيح شخص لمنصب مستشارة أو مستشارة ألمانيا كانت كالعادة تقوم به فقط الأحزاب الكبرى مثل حزب CDU حزب SPD ولأول مرة قام بالأمر حزب الخضر حزب البديل بسبب ارتفاع شعبية ووصلوا إلى 17% بعض الاستطلاعات للرأي أعطتهم 20% زاد هذا الأمر من تقتهم بالنفس والآن يرغبون بترشيح شخصية لمنصب مستشار ألمانيا فرصهم بالفوز ليست كبيرة يعني ضعيفة شيئا ما لكن رغم ذلك هذا الأمر ودخولهم يعني أنه الآن أصبحوا يكسبون تقى كبيرة داخل المجتمع الألماني وهناك خوف كبير جدا من أنه من السنوات المقبلة الخمسة أو العشرة أن يصبح هذا الحزب له دور كبير وفاعل سياسي كبير لأنه إذا فازوا بالانتخابات سيقومون بقوانين جدا متشددة ضد الهجرة ضد اللجوء ضد التجنيس ضد التنوع وأيضا قوانين متشددة ضد عملة اليورو أو ضد الوحدة الأوروبية الاتحاد الأوروبي ننتقل إلى آخر موضوع وهو موضوع عالمي تتكلم عنه جميع الصحف الألمانية ما زال البحث على غواصة سياحية صغيرة هذه الغواصة السياحية انطلقت من كندا وهدفها أن تأخذ مجموعة من السياح الأغنية الذين يدفعون فاتورة تصل إلى 200 ألف أو 250 ألف يورو للشخص الواحي وتدخل إلى البحر إلى مكان غارق البخرة الشهيرة تيتانيك أصدقائي التي غارقت سنة 1912 بالبحر قبلة السواحل الكندية يعني 3000 كم من الساحل الكندي غارقت هذه السفينة الشهيرة تيتانيك أو تيتانيك على حسب اللهجة أو النطق المهم هناك غواصة صغيرة دائما تدخل إلى عمق البحر تقريبا 4000 متر يعني 4000 كم المكان الذي يوجد فيه رفات السفينة ويدهبون إلى هناك بعد الدقائق ويرون سفينة التيتانيك أو تيتانيك لكن ما حصل هو أن هذه الغواصة التي كان بها خمسة أشخاص الآن اختفت ولا يعرفون مكانها والبحث من عند كندا ومن عندك أمريكا وبالستاتيلايت وبالأقمار الإصطناعية إلى آخره الكل يبحث على هذه الغواصة ولم يجدوها بعد وبها خمسة أشخاص ويقولون بأنه الآن الوقت يمر بسرعة لأن الأكسيجين يكفي فقط لبعض الساعات أو بعض الأيام يعني يوم أو يومين يكفي الأكسيجين وإذا لم يعتروا عليهم يمكن أن يصبح الأمر خطير ويعني يحصل أدى لهذه الخمسة أشخاص أصدقائي لذلك الكل يعني في العالم يتابع هذا الأمر حتى في ألمانيا والكل قلق يعني قلق بخصوص سلامتهم ما زال البحث عليهم ولم يجدوهم ويعني أمريكا الآن كتفت البحث بالجيش والمروحيات من أجل إيجاد هذه الغواصة التي ذهبت لمعاينة سفينة تيتانيك وهي بنفسها اختفت أصدقائي نتمنى السلامة للجميع كانت هذه جولة لأهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء